اشتركوا في القناة ايه هي الطرق التدريب بتاعتها كام لاعب عندنا يعني فيها تفاصيل كتير جدا وخاصة انه لا الناس ممكن تبقى متصورة انها لعبة فقط لذوي الاعاقة او لذوي الساق الوحدة ولكنها لعبة صعبة جدا وليها قواعد صعبة جدا فخلونا نعرف اكتر ونفهم اكتر في كل الزوايا احنا معانا استاذ سارة سامير نائب رئيس اللجنة البرالامبية لكرة قدم الساق الوحدة اهلا يا استاذ سارة كمان معانا جورج شلاكنبرغر المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة قدم الساق الوحدة كمان معانا سيد عثمان دانفيدو نائب الرئيس الاول لالاتحاد الافريقي لكرة قدم الساق الوحدة جيد لك خليني ابدأ من سارة اعتددو عددو ايه هي اللعبة دي اللعبة دي عبر عن ايه لعبة الساق الوحدة اه اللعبة دي بالنسبالي انا كاسارة حياة جديدة خالص يعني انا بالنسبالي لما اكتشفت لعبة كرة القدم للساق الواحدة اكتشفت ان في حياة تانية احنا كنا مغيبين عنها تماما يعني ما كناش نعرف عنها اي حاجة لما اتفرجت عليهم هما بيلعبوا كمية الحب للعبة وان هما عندهم قوة ارادة رهيبة بالرغم ان هو فيه ساق او مش موجودة او دراع مش موجود لا انا اكتشفت ان هما بيلعبوا احلى كتير وبتشوق وباثارة اكتر مليون مرة من اي رياضة للاصحاء بتخليك ان انت عمالة طول ما انت قاعد عمالة بتتعجيبي هما ازاي بيعملوا كده هما ازاي بيجروا بالطريقة دي هما ازاي بيشوتة هما ازاي فيه فوكس بيقداروا يعملوه على اللعبة بالطريقة دي فالموضوع بالنسبالي كان حاجة خارج الصندوق ان انا افكر ان انا اشارك فيها اثبت للناس ان الناس دي لها دور جامد جدا في المجتمع المصري ان هما يقدروا يثبتوا نفسهم كويس قوي ان هما يقدروا يثبتوا نفسهم داخليا وخارجيا هم